أوروبا بيجي على طول على السيمي فاينال طيب خلاص لو أنت عمل له أفضلية أنه يجي على السيمي فاينال كمان يعمل لي أنا أفضلية أن أنا حتى الانذارات بتاعت الدور الأول أو بتاعت الماتشات الأولانية لما خش على السيمي فاينال لأ تتشال لو فيه انذار لو فيه طرد يتشال المفروض ما أنت عامل أفضلية الحاجات دي عموما الندي الأهلي اتقدم بشوية يعني اعتراضات أو يعني قال وجهة نظره في بعض الأمور كان منها الأمور دي خلينا بقى أتكلم في النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها الهجوم المبرر على الغير مبرر على ميستر موسيماني كسب تلاقي هجوم خسر تلاقي هجوم ماشي مش عارفين نعمل مع الراجل إيه طيب الراجل ليه إنجازات خليني بس معاكم واحدة واحدة ونكلم بعقلانية شوية وشفناها بالأرقام شفناها مش محتاجة حد يقول لنا غير كده يعني بالأرقام سبع تمن بطولات جايب خمس ست بطولات يبقى هو أرقامه كويسة طيب البطولات شايفينها بعنينا يبقى الراجل مع الأهلي عنده رسيد عنده أخطاء آه عنده أخطاء بس الأخطاء اللي عنده مش بتصلح ممكن يصلحها بيصلحها وبيحاول يصلحها فيه أخطاء بتتعامل تاني عادي ده وضع طبيعي ده وضع طبيعي مع أي مدرب مين مدرب لا يخطي في العالم كله مين إنسان لا يخطي في العالم كله نجوم التحليل مين فيكم ما بيخطيش ده إحنا بنشوف حاجات يعني تضحك لو لو مسكنا بقى كل واحد بيحلل وبيتكلم لا فيه حاجات بتضحك لا طبعا إحنا بنعمل الناس اللي اللي بتهاجم بتهاجم من غرض الهجوم بس طبعا إليها غرض معين إنما تعالى قولي بقى ميسر مونسوماني في الظروف اللي هو بيشتغل فيها دلوقتي الصعبة دلوقتي دي شوف الراجل كان بيعمل إيه قلنا فيه تضارب بين الفيفا والكف المواعيد فالنادي الأهلي اتظلم في البطولة دي والنادي الأهلي هو اللي بيدفع التمن شفت حضرات كمية الإصابات غير المنطقية وفي وقت صعب جدا قبل البطولة وفي البطولة وبرضو الراجل ما تكلمش يأخذ عليه بعض الحاجات آه يأخذ عليه عادي كل واحد بيخطئ ما فيش مشكلة ما كل واحد بيخطئ بس أنا أنا كمان ما أتبعوش يكسب أتباحه يخسر أتباحه ليه؟ هو الراجل بيعمل بجدية وبيحاول وعايز يعمل المزيد من الإنجازات لكن فجأة يطلع لك ناس يعني في البعض منهم كتير يعني لا ينتمي للنادي الأهلي بس مش عايز هو هدف وهدف واحد بس هو مش عايز يكون فيه أمور مستقرة للفريق عشان كده يقول لك مرة موسيماني مش عارف ليه طلبات في التجديد مغالة فيها لا موسيماني جاله عرض مش عارف برة لا موسيماني مش عايز يجدد لا أصل موسيماني عايز شروط مالية كبيرة الموسيماني ليه شروط معينة لتجديد عقده ومرة موسيماني مش عارف رافض وليه بيتقال الكلام ده في التوقيت ده يعني مثل الموسيماني لسه لسه شوية في عقده بس ليه بيتقال الكلام ده حتى لو في مفاوضات بين الأهلي وبين مصر المسلماني البعض يروح طالع هو مش عارف أصلا إيه اللي حصل ويروح مقلف في الكلام ليه غرض معين ليه غرض معين عايز هدم استقرار النادي الأهلي لصالح مين؟ أكيد لصالح المنافسين أو لصالح المنافس ده وقت مش مناسب خالص جمهور الأهلي جمهور عظيم جمهور كبير لازم يترايز شوية في الحكم لازم تهدى شوية في الحكم لأن الراجل بالورقة والألم عامل إنجزاتنا على الفريق وهيعمل إن شاء الله هو لسه عقده شغال إن شاء الله هيعمل جمهور الأهلي عودنا دايما جمهور الأهلي عودنا دايما إن هو لا ينسى أقوى الأمور دية لا ينسى أقوى الكلام دا ولا الكلام دوت الجمهور الأهلي هو اللعيب نمر واحد في النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي هو اللي دايما وراء النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي هو اللي عارف فين مصلحة النادي الأهلي هو ده مش دفاع عن مسمانية أو وهجوم على مسمانية لا أنا بتكلم على النادي الأهلي بنتكلم على النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي اللي عودنا دايما أنه هو وراء النادي الأهلي مش جمهور النادي الأهلي اللي بيهدم في النادي الأهلي مش ده جمهور النادي الأهلي وجمهور الأهلي طول عمره مش كده جمهور النادي الأهلي حما بيكون في أي مكان بيكون وراه في كل زمان بتلاقي حضور جماهير كبير جدا للأهلي في كل مكان زي ما احنا متعودين فعلا جماهير النادي الأهلي بتحارب بمعنى الكلمة عشان خاطر النادي الأهلي عشان تحضر مبارات الفريق في كل حتة علشان تشجع النادي الأهلي النادي الأهلي محظوظ بالجماهير دي اللي بيكون عنده جمهور أو جماهير زي جمهور النادي الأهلي اللي بتكون وراه على الحلوة والمرة فعلا ده نادي محظوظ دي لعيبة محظوظة كل الجماهير عايز الفريق يكسب ويحقق الانصراط والانجازات لكن لولا الجمهور دوت عايز اقول لكم حاجة لولا الجمهور دوت ما كانش فيه بطولات للنادي الاهلي بالشكل ده ما كانش فيه انجازات للنادي الاهلي بالشكل ده ما كانش فيه لعيبة على مستوى على مدار السنين كلها للاهلي بالشكل ده جمهور النادي الاهلي دايماً على الحلوة والمرة معاه